في إطار استراتيجية الجامعة لانخلاط المساهمة في الحد من جائحة كورونا قررنا على صعيد جامعة الحسن الثاني بالضال بيضاء بالاعتماد على التوصيات التي جاءتنا من الهياكل التقريرية من المؤسسات وأيضا من لجنة الشؤول الأكاديمية بمجلس الجامعة أننا نعتمد وحد الدخول عن بعد بحيث هذا الدخول الذي كان لديه لأول مرة يعني افتتاح الموسم الجامعي 2020-2021 بطريقة فيها إبداع لأن عن بعد تم لقاءات ما بين ثلاثة الأقطاب الكبرى دي الجامعة قطب المحمد يابن سليمان وقطب طريقة جديدة يعني اللي في الحي الحسنية عين الشق وأيضا المستشفيات واليوم كما كتشوفوا هناك لقاء تواصلي مع قطب بن مسيك مولا رشيد عين سبع اللي كما شفتوا دخلت كثير من خمسمائة مشارك وهذه كلهم يعني السادة الرؤساء المؤسسات مكونات الجامعة من أعضاء دي المجلس ونقابات وأيضا الأساتداء والإداريين والطلبة فهو لقاء تواصلي مباشر اللي أعطينا فيه واحد الحصيلة دي الواحد السنة دي الجامعية دي الجامعة الحسن الثاني والإنجازات اللي قامت بها الجامعة الحسن الثاني وأيضا إشناي الاستعدادات للدخول الجامعي المقبيل تكلمت عن الدخول عن بعد وأيضا بطريقة بلندد يعني مزدوجاي لبغيت تقول ما بين الحضوري وعن بعد حتى يتمكن هناك يعني نعطي تكافؤ الفرص لجميع الطلبة الأغلبية غد يكونوا عن بعد لأنه يعني إحنا كنا عملنا واحد بروتوكول احترازي باش يكون العدد قليل جدا دي التواجد دي الطلبة في المؤسسات ولكن بالنسبة للطلبة اللي ما عندهمش الإمكانيات يعني إما الأغديناتور أو الأنترنت فممكن يجيوا إما يدخلوا من الفضاءات الجامعة اللي هي مرتبطة بالشبكات الأنترنت أو يدخلوا للمدرجات بأعداد قليلة جدا بعد كل الفوش في ما كيخرج كل الفوش كي تكون لديزينفكشون طوطال ديال لتابليسمون كاملة يعني هذا اعتمدنا منذ الامتحانات ديال كليات الطيب وأيضا المباراة ديالولوج كليات الطيب والامتحانات اللي جرات إما بداية شهر مارس أو بعد فتح مدينة الضالبيضة فهذا هو البروتوكول اللي اعتمدنا باش نحاولو نحفظو على صحة وسلامة جميع المرتفقين ديالفضاء الجامعي لجامعة الحسن الثاني بالضالبيضة ولكن أيضا يجب أن نساهم في حماية بلدنا وفي المساهمة في التصدي لهذا الفيروس كورونا لهذا أنا كنتوجه للطلبة ديالنا لأن الأعداد ديالهم الحمد لله كبيرة عندنا تقريبا واحد مية وخمسة عشرين ألف طالب اللي هي متوزعة في جميع الجهات ديال الضالبيضة الكبرى والجهة ديال الضالبيضة والجهة ديال الضالبيضة فهما بنسبلنا صفراء في عائلتهم وكنطلب منهم باش يكونوا هما كيعملوا التحسيس للعائلت ديالهم لاحترام التدابير الاحترازية والاحترام توصيات ديال السلطات الصحية لأنك تعرفوا مدينة الضالبيضة كتمر بحد الفترة وبائية صعبة جدا ولجم الجميع انخرطوا وكنقول لجميع أننا اعتمدوا على طلبة جامعة الحسن الثاني اللي هما كينخرطوا في الشعار ديالجامعة اللي هو جامعة مواطنة ودكية وغنية بكفاءتها فكنتمنى أن إن شاء الله تكون هالدخول جامعي مر في أحسن الظروف وإحنا الحمد لله عملنا أيضا الإمكانيات لأننا جهزنا جميع المؤسسات بسكون أبل يعني لسماخت بغض أو صبورات الإلكترونية الدكية وأيضا بالكاميرات وأيضا استوديوهات في جميع المؤسسات بالإضافة إلى استوديو بروفيسيونال في طرق جديدة وكنشكروا الوزارة وأيضا لو سيبيل لجهازات جميع الجامعات باستوديو آخر اللي احطينا في المحمدية فيعني الإمكانيات وفرناها للأساتيدة أيضا بتمكيل الأساتيدة من لابتوب من أغديناتور وأيضا الأساتيدة كيجيوا المؤسسة باش كييعطيوا الدرس ديالون فسيتم احترام ما يسمى بالجدول الزمني فالأساتيدة كما قلت يجون المؤسسات يعطيوا الدرس عادي ولكن الدرس كيكون عن بعد لجميع الطلبة كما تكلمت على طبعا الطلبة اللي عندهم ظروف صعبة فعملنا البك بلوباطن وهو واحد تطبيق اللي كيخليهم يدخلوا مجانيا لمنصة ديالجامعة ولكن هناك اللي ما عندهم لإمكانيات يعني مشغل الامكانيات بالنسبة للابتوب الحاسوب أو طابلت فهدو حنا كنعملوا حاليا واحد الإحصاء باش نعرفوه مشغل العدد ديالهم وغن حاولوا لقاو بطريقة أو بأخرى يعني كيفاش إما نجهزهم إلا كان ممكن إما أننا نعطوهم يعني دوكلي طابلت مات خالر ديسポزيسيون ديزيكيبمان لون دلاني يونيفرسيطر إما أننا نشوفوا يعني أنهم يجيوا المؤسسة كما قلت وكيدخلوا لأن الأعداد ديالهم غزي تكون قليلا فيدخلوا وما اللي غزي تكون عندهم الأولوية أنهم يولجوا لأن عندهم ضروف ديال لكسي الدستانس المهم ما إحنا علمنا في اخترام استراتيجية الجامعة اللي هي لسنك إي أو خمسة ياءات يعني لإي ديال الرقمنة لإي ديال إبداع لإي ديال الإدماج للطلبة لإي ديال تدويل ديالجامعة وليه هو الأخير والأهم وهو ديال الدمج أو لإنكوليزيون فإن شاء الله جميعا بجميع مكافآت الجامعة وبتعاون فإن شاء الله نتمكنوا من تصدي لهاد الوباء وننجحوا إن شاء الله كما نجحنا في استمرارية تكوين البيداغوجي ونجحنا الحمد لله في إتمام الامتحانات إن شاء الله بتضافر جميع الجهود سنتمكنوا لأن نجحوا هذا الدخول الجامعي وفوق كل هذا لأن نواكبوا بلادنا لأن تصدل هذا الوباء إن شاء الله ونتمنى للجميع السلامة ودخول الجامعي موفق للجميع اشتركوا في القناة